بعد استفحال ظاهرة استنشاق مسحوق تحضير العصير وسط تلاميذ المدارس الفضول دفع الكثير منهم لتجربة هذا المسحوق وطلبه من المحلات التجارية يقول لك أعطي لي مسحوق هذا على أساس استعمال المنزل ونحن بحكم أنهم دلالي صغار ما دي قصر ما نقدرش نعطي لهم السواء يجي مع بابه باش يستعملوا استعمال منزلي ولا ما نعطي لهم شمام العمال باستعمال منزليه مهمة احترازيا كما لا يبيعون منزليه صغار هنا تجار نحتخذ تعليمات رسمية باتمنع الحديث يستعمال من البيان في المنزل باش يتباعها أصدرهم هذه مبيعها انظرهم الآخرون لأيما لا يبيعها نحن لديها برئبة منزليه وارديها السيطرة بنحن فتوق الناس تحضرون هنا لماذا يريد أن نتحدث عن هذه مبيعها الظاهرة انتشرت بسرعة في مواقع التواصل الاجتماعي لتحضير الثلاميد الأمر الذي دفع مصالح وزارة التجارة بمباشرة التحقيقات راهي منتشرة عبر مؤسسات تربية مياء وبعض التلاميذ يقومون باستنشاق هذه المسحوق الذي هو موجه لتمييل وتطبيق لمبدأ الاحتياط قامت مصالح وزارة تجارة وتلقية الصادرات بفتح تحقيق في هذا الشأن على مستوى مصنع هذا المنتوج من أجل تأكد من مطابقته للمواصفات الأحكام التشريعية والتنظيمية وذلك عبر إخضاعه للتحاليل الدقيقة ظاهرة عادت للواجهة في الوسط التربوي جعلت المسؤولون يدقون نقوس الخطر لحماية التلاميذ خشية ولوج عالم المخدرات إلى حين انتظار النتائج